المصير وحق الاستفتاء للشعب القبائلي وبالطبع حركة الماك هي حركة تدافع عن استقلال بلاد القبائل لكن بالطبع بعد استفتاء ذلك الشعب وأخذ قراره بأن يعيد إنشاء الدولة القبائلية أو بلاد القبائل تفضل أخيكم شكرا جزيلا أستاذك سيل بالعباس تحدثت على أن الانطلاق تأسيس حركة الماك بدأ مباشرة بعد ما يسمى بالربيع الأسود حينما قام الضرك الجزائري بقتل طالب قبائلي المسمى رحمة الله عليه مصيري سقرماح والذي كان لا يتجوز سنه الثامن عشر ربيعا ويعني تم يعدامه داخل مقر الضرك الجزائري وتحدثت على أن بداية مطالبكم كانت الحكم الداتي هل كان تجاوب أو حوار مع النظام في الجزائري حول هذه النقطة وكيف كان رد فعله بهذا المطلب الخاص يعني بعيدا عن الانفصال أو تأسيس الجمهورية يعني مطلب حكم داتي يحكم فيه القبيليون أنفسهم حفاظا على ثقافتهم وهويتهم وأن يحكموهم يعني قبيليين يعرفون عاداتهم وما إلى ذلك هل كان تجاوب من النظام في الجزائر أم أنه كان النار والحديد هو السلاح المواجهة؟ نعم بالطبع للأسف الشديد كعادته النظام الجزائري هو نظام ليس لا يعرف أسلوب الحوار فبعد محاولات عديدة من طرف حركة المعاك لما كانت تطالب الحكم الذاتي ورسل الرئيس فرحات مهني عدة مرات السلطات الجزائرية بطريقة رسمية للجلوس على الطاولة وإيجاد حل لهذه ذلك الوقت نسميه بالمنطقة التي فقط نريد أن يكون حكما ذاتيا تحت بالطبع السيادة الجزائرية فرفض فتجبر النظام الجزائري وكنا حقيقة لا لنكون صراحة كنا نعلم جيدا أن النظام الجزائري لن يقبل أبدا بذلك فكانت من جهتنا فقط تعبيض الطريق للذهاب إلى الاستقلال لأن نعم كان من الصعب جدا أن تلفظ بكلمة الاستقلال في 2001 لأن الشعب لم يكن مهيئا لذلك فسنوات ونحن نناظل من أجل جزائر متعددة جزائر كيف نراه نحن القبائل فيما بعد من الصعب أن تقول لهذا الشعب أننا نعم لا نستطيع العيش في هذا البلد ويجب أن ننشئ بلدنا أو نسترجع بلدنا الذي هو بلد القبائل فلهذا مشينا لتسع سنوات نهيئ لهذه الأرضية ولما رأينا أن الأرضية مهيئة لذهاب إلى الاستقلال فالشعب بذاته الذي كان يطالب حركة المارك أن يذهب إلى الدرجة الأخرى التي وهي المطالبة بالاستقلال فقمنا بذلك ورأينا أن الحركة لما ذهبنا إلى المطالبة بالحق تقرير المصير فالحركة انفجرت هناك أناس كثيرون انضموا لحركة المارك لما ذهبنا إلى المطالبة بالحق تقرير المصير والاستقلال فرأينا المظاهرات تخرج بكميات هائلة هائلة جدا منذ أن بدأنا نطالب بذلك شكرا جزيلا أستاذ أكسيل بلعب سنريد أن نتحدث عن علاقة الحركة بفرنسا هناك حديث يدور حينما نناقش حقيقة الداعمين للنظام في الجزيرة والمناهضين لحركة المارك التي يطفونها بالحركة الإرهابية وما إلى ذلك من هذه المصطلحات بناء على عديد مذكرات البحث التي أصدرها النظام في الجزيرة هل هذه المذكرات وأحكام بالإعدام والاعتقالات ومذكرات جلب التي تصدرها الدولة الجزيرة هل تجد صدى لدى الدولة الفرنسية وما هي طبيعة علاقتكم مع فرنسا وهل هناك تضييق من الحكومة الفرنسية على نضالاتكم وعلى خطواتكم الاحتجاجية وعلى ترخيص تنظيم تظاهراتكم داخل فرنسا وهل كان لكم محاولات لأن تعترف بكم الجمهورية الفرنسية؟ حقيقة نحن صرحاء دائما في مواقفنا نقول الأشياء كما هي فإذا تكلمنا اليوم عن فرنسا فنحن مدينين للسلطات الفرنسية لأننا اليوم لما نرى وضعيتنا أنا كمسؤول في حركة الماك ومثلي يوجد المئات الذين يبحث عليهم وهناك مذكرات توقيف دولية تصدرها الجزائر كل فترة فلهذا رغم كل ذلك حقيقة أن السلطات الفرنسية لم تعاملنا أبدا كإرهابيين كما تصوره الجزائر أو تحاول التضييق علينا فنجد كل الحرية في التنقل في القيام بكل النشاطات داخل الأراضي الفرنسية نعم هناك أعرف أن هناك أناس عندهم حساسية من الدولة الفرنسية أعلم ذلك لكن إذ تكلمنا عن التاريخ فنحن كقبيليين قمنا بحرب وهذا لا ينكره أحد وإذا خرجت فرنسا من تلك البقعة التي تسمى الجزائر اليوم فهو بفضل القبيليين فتلك الحرب كانت يعني خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة جدا وأثارها ما زالت موجودة إلى حد اليوم في القبيليين والقبيليات الذين عذبوا والذين قتلوا من تلك الحرب جناء تلك الحرب ونقلها بكل صراحة من جهتنا أيضا كانت حرب فأجدادنا أيضا قاموا بقتل وتعذيب وضرب من الجهة الأخرى حتى ولو لا نستطيع نقارن لأن الجيش الفرنسي كان قويا جدا فلا نستطيع نقارن ذلك فاليوم نحن كقبيليين أنا لم آش تلك الفطرة طوينا تلك الصفحة انتهت اليوم نعيش في عالم آخر فاليوم إذا فرنسا لديها مصالح أن تساند تحريح شعب القبائل فلما لا فنحن نقول مرحبا وألف مرحبا لكن للأسف الشديد لحد الآن السلطات الفرنسية لا تساند ولا تقوم بأي مساندة للحكومة القبائلية ما عاد إعطائه حقه أن يمارس السياسة على أراضيها وهذا الحق فرنسا تمنحه لشعوب عديدة ليس فقط الشعب القبائل الذي يمارس هذا الحق داخل الديار الفرنسية نستطيع أن نقول أشياء عديدة عن السلطات الفرنسية لكن هو بلد ديمقراطي هو بلد أين العادالة لديها موقفها ولديها حريتها في مواقفها هنا في فرنسا فهذا يجعل فنحن نستعمل ذلك الحق هنا على الأراضي الفرنسية وفرنسا لا تحاول أن تمنعنا من ذلك فلحد الآن نحن نستطيع أن نقول أننا مرتاحين وإذا تبدلت الأمور أو حسسنا أننا لسنا في وضعيات نستطيع أن نقوم بالنضال فيها من هنا من هذه الديار فسنتنقل إلى بلد آخر ويجب أن تعرفوا أن هناك مسؤولين وآضاء في الحكومة موجودين في بلدان عديدة موجودين حتى في بلاد القبائل هناك في كندا في بلدان عديدة أوروبية الشيء الذي يختلف أن في فرنسا هناك جارية قبائلية كثيفة جدا فلهذا تجعل كل ما نقوم به في باريس مثلا نديه صدى أكثر من الأنشطة التي تقام في بلدان أخرى هذا فقط لكن الحكومة القبائلية ليست مجبرة أن يكون مقرها في باريس أو في أي مدينة فرنسية فنحن نستطيع أن نستقر في أي بلد آخر ليس لدينا أي أدنى مشكلة تفضل أخي العزيز شكرا جزيلا لك أستاذ أكسل على التوضيح وفعلا حقيقة أنه ربما أتفق معك لأنه مقارنة مثلا المدافعون على النظام في الجزائر والذين يهاجمون حركة الماك واستخدام دريعة أنكم في فرنسا أنا حقيقة الإنسان يستخدم المنطق مادام النظام في الجزائر لا أسمح بحرية التعبير هناك اعتقالات هناك هضم للحقوق وهناك قامة للحريات سواء في منطقة الماك في منطقة القبائل عفوا أو حتى في كل ربوع التراب الجزائري فبالتالي المناضر القبائلي وكما أنت استشهدت بأنه فعلا في فرنسا هناك جالية قبيلية بأعداد كبيرة جدا يعني منخارطة في أنشطة حركة الماك وأنا حقيقة والمتابع العربي يتابع حجم التظاهرات والمظاهرات التي تنظمها حركة الماك والحضور الكبير للإخوة القبيليين في فرنسا سألت عن مسألة مذكرات الاعتقال التي يصدرها النظام الجزائري والأحكام التي يصدرها ضدكم هل تتجاوب الحكومة الفرنسية مع هذا الأمر؟ لا أبدا حقيقة كما رأيتم هناك معارضين جزائريين آخرين موجودين على الطراب الفرنسي ورأينا بعضهم لا أريد ذكر أسماؤهم لكن كلكم تعرفون هناك بعضهم تم يعني استداءهم وتم التحقيق معهم وذهبوا حتى إلى العدالة الفرنسية وفي الأخير لم يتم تسليمهم للسلطات الجزائرية في المقابل مثلا إسبانيا إسبانيا سلمت شخصين من قبل هو واحد شرطي وواحد داركي سلمتهم إلى السلطات الجزائرية وكلكم أيضا تعرفون تلك القضيتين لكن نحن حقيقة لم يتم أبدا استداء أي واحد مننا حتى ولو لسماعه من طرف البوليس أو العدالة الفرنسية أبدا ونحن عندنا مثلا عندي وثيقة رسمية لمذكر التوقيف من طرف الجزائر لكن لحد الآن فرنسا لم تستدعينا حتى لتحقيق معنا أبدا شكرا جزيلا لك على التوضيح نعود إلى القضية في صلبها والتغيرات الجيوستراتيجية التي حدثت مؤخرا نريد أن نتحدث قريلا عن حركة ليألماك وإعلانها قيام جمهورية القبائل وعلاقتها بالأمم المتحدة كانت لكم خطوة في 28 شبتمبر عام 2017 حيث تقدمتم بمذكرة للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالحق المشروع للشعب القبائل في تقرير المصير هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الخطوة وكيف كان التجاوب مع الأمم المتحدة وما هي خطواتكم أو ما هي الملفات التي وضعتموها داخل هذه المنظمة وبعدها سنتحدث عن خطوة حديث الرئيس فرحات أمهني من داخل الأمم المتحدة نعم هي في 2017 تم وضع الوثيقة الرسمية لمما راندوم نسميها بالفرنسية الذي أعطينا كل التفاصيل عن الشعب القبائلي وتاريخ الشعب القبائلي وحقيته في المطالبة بحق تقرير المصير فهذه الوثيقة كان بشكل يعني ليست وثيقة صغيرة بشكل خرجنا حتى بشكل كتاب نجد فيه كل التفاصيل وهي قاعدة هيئناها لهذه الفطرة بالضبط لأن كنا نعلم أننا سيأتي يوما أن القضية القبائلية ستدون في الأمم المتحدة فلهذا هيئنا تلك الأرضية حتى كنا نعلم أن في 2016 لم تستجيب لذلك الطلب الأمم المتحدة لكن هي المهم أننا عندنا يعني كما نقول بالعربية هناك وثيقة بطريقة رسمية وثيقة إتبات على أنكم تقدمتم إلى الأمم المتحدة هذه بالضبط بأننا تقدمنا إلى الأمم المتحدة والأمم المتحدة تستطيع أن تخرجها في أي وقت تستطيع أن تخرجها في أي وقت وتتكلم عليها وتأخذ الموقف إلى حد الآن لم يأخذ ذلك الموقف لكن سيأتي يوما ستستعمل وأكد لك أنها ستستعمل الوثيقة التي حطتناها في 2017 صحيح أستاذ أكسيل بالعباس تابعنا جميعا خطاب رئيس فرحات مهني من داخل الأمم المتحدة كيف كانت هذه الخطوة وما سياقها وما دلالتها بالنسبة لكم وكيف تلقاها الشعب القبائلي سواء في الداخل المحتل أو الجالية القبائلية في بلدان العالم وهل كان هناك تجاوب دولي مع هذه الخطوة ونريد أيضا أن نتحدث عن صورة ربما خلقت جذلا واسعا في الأوساط العربية وهي صورة التقطها الرئيس فرحات مهني مع ممتلين من دول الخليج نعم نعم هي خطوة أخرى ليست الأولى الآن التي يتكلم فيها الرئيس فرحات مهني في الأمم المتحدة و في مناسبات عديدة الآن تعطى لنا الكلمة والجديد في الأمر أن في السنوات الأخيرة تعطى لنا الكلمة حتى باسم حركة المهني الذي لم يكن ممكنا مثلا سنوات قليلة للوراء فهذا مهم جدا أن لما نرى مداخلة الرئيس فرحات مهني في ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين إن لم تخلني الذاكرة كان أين جاوبه المتحدث الرسمي الجزائري لأول مرة في التاريخ نضالنا أن نشبت يعني عراق بين الممثل الجزائري والرئيس فرحات مهني أمام كل بلدان العالم في الأمم المتحدة وأجبرنا الممثل الجزائري أن يتكلم باللغة القبائلية لأنهم كما تعرفون يختارون دائما قبائل كيف نسميه نحن كادياس يعني كابيلدو سيرفيس القبائل الذي يعمل مع النظام الذي يستعمل الذي يستعمل من طرف النظام الجزائري فنسميه كادياس نحن القبائلين ليس لدينا أي عقدة أن نتكلم عن خواناتنا فكل الشعوب لديهم خوانات ونحن خواناتنا لا نخفيهم أبدا بالعكس نحن من يتكلم عليهم في الأولين فنعم تلك الخطوة فتحت الباب على حركة الماك وهناك حتى مواقف لدول عديدة أي نرأينا أن الصين وإيران أخذت يعني أخذت موقفا مساندا لممثل الجزائر داخل الأمم المتحدة ورأينا أمريكا أخذت موقفا ضد تلك البلدان أين طالبت أن يترك المتحدث باسم الجمهورية القبائل أن يتحدث وينهي كلامه فهذا مهم جدا لأول مرة تصراف الأمم المتحدة بنسبة القضية القبائلية وهذه المرة مرة أخرى حتى ولو لم يكن هناك جوابا من طرف السلطات الجزائرية لأنها لم تكن حاضرة ولم تسجل نفسها لتأخذ الكلمة أرادوا كما سمعنا أرادوا أن يأخذوا الكلمة للرد على الرئيس فرحاتم هني لكن لم يكن ذلك الممكن لهم لأنهم لم يسجلوا في الوقت المناسب ليأخذوا حق الرد فكان هناك تدخل أيضا لمسؤولة أخرى ومناظلة أخرى قبيلية التي نحييها مريم أيضا تكلمت عن المحكمين بالإعدام اليوم في السجون الجزائرية وقضية الحرائق لبلاد القبائل وأثارت وقدمت وثيقة لكل التفاصيل لما جرى في حرائق 2021 وعواقبه حتى إلى يومنا هذا أين رأينا عائلات أحرقت ديورهم أحرقت أعضاء من عائلتهم ووجدوا نفسهم مسجونين ومحكومين عليهم بالإعدام واتهامهم بحرق ديورهم ويعني شيء عجيب عجيب جدا فاختنبنا الفرصة أيضا للدفاع عن الإخوة التي خاصة الأكثريتهم من الأربع نثيرات يعني هذه المنطقة التي قدمت المعروفة تاريخيا للأربع نثيرات في أعالي بلاد القبائل في جبال جرجرة هذه المنطقة معروفة التي قدمت مهندس الثورة الجزائرية عبان رمضان عبان ورمضان انحدر من الأربع نثيرات فاليوم تحرق وتتهم أنها مجرمة فكما نقول لنا بالقبيلية الأربع يرغان ثغال الأربع ينغان يعني ترجمة أن الأربع نثيرات يعني الأربع التي احترقت أصبحت اليوم هي الأربع المجرمة يعني التي قتلت لأن الأربع اتهمت اليوم بالشن الحلائق في بلاد القبائل وقتل جمال بن سبعيل الذي قتل بالطبع من طرف المخابرات الجزائرية لتلصيق التهمة لألماك والقبيليين بصفة عامة لأن اليوم لما نقول ألماك حركة إرهابية فبالطبع الهدف هو القول يعني القبيليين بلاد القبائل الإرهابية وهذا كتب في القناة الرسمية للدولة الجزائرية أنها منطقة إرهابية وعند الدلائل أن قاموا هذا على المباشر في قنواتهم قالوا عن بلاد القبائل هم يسميونها بمنطقة إرهابية فهذا ما استطيع القول فيما يخص هذه القضية وقضية الصور التي أخذت مع الإخوة في الخليج نعم هي لا يخفي على أحد أن حركة المعرك وحكومة القبائل المؤقتة تبحث عن علاقات ومساندة من كل شعوب العالم فالدول الخليجية هي من بين شعوب المؤثرة في العالم خاصة لما تأخذ الإمارات أو السعودية فهي دول نامية ودول متقدمة ونرى شعوبها تعيش تعيش الرفاهية وهذا نحن كقبيليين نحب كل الدول التي تتقدم وتتطور فلهذا علاقتنا ستكون مع مثل هذه الدول ليس مع دول تهدم نفسها لأنك لا تستطيع أن تأتي اليوم وتقدم لي نصائح ودروس وأنت في بلادك كل شيء مهدم ليس ممكن فلهذا أنا أحير لما أرى أناس مثلا يعيشون في بلدان قد هدموها بإيديولوجيات بتفكير نرجعي ويأتون يقدمون نصائح لبلدان متقدمة ومستقرة في العالم هذا فقط بين قوسين فتفضل أخي الكريم شكرا جزيلا أستاذ أكسيل حقيقة حول هذه النقطة المهمة وأنا أقول لك أن هذه الصورة فعلا خلقت يعني تفاعلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنه وضعت على حساب هذه الصورة ووصل التفاعل فيها إلى 150 ألف مشاهدة وعديد التعاليق ويعني أتباع النظام العسكري في الجزيرة بدفس السياسة وهي الهجوم والسب والتطاول على رموز هذه البلدان العربية بطريقة يعني غبية جدا فعلا أستاذ أكسيل الحركة المكتب حتى عن دعم عربي ودولي لنضالها من أجل التحرر تابعنا أنه كانت هناك مراسلة خطية من الجمهورية بتوقيع السيد فرحات مهني لعدد كبير من الدول أزيد من 20 دولة كيف يقراتكم لهذه الخطوة وهل كان هناك تجاوب أو ردود حول هذه المراسلات نعم هناك مراسلات للدول العديدة ومن بينها هذه الدول التي ذكرناها المملكة العربية السعودية الإمارات المتحدة المملكة المغربية دول عديدة أوروبية فرنسا ألمانيا وأمريكا وكارلا يعني بلدان عديدة قمنا بمراسلتهم وأين طلبنا الدعم ويعني للدولة القربائلية في حقها في الاستقلال فنعم الآن نحن هناك قبل 20 أبريل بالضبط على السادسة وهناك بعد 20 أبريل 2024 فاليوم بدأنا يعني مسار آخر فهي فقط أيام عديدة التي بدأنا العمل فيها لإيجاد يعني منافذ أخرى ديبلوماسية سياسية فالدعم اليوم مهم جدا كساسوان من التنظيمات أو من البلدان في العالم للحكومة لأننا لأن الأرضية اليوم مهيئة هناك حكومة معلنة التي أنشئت يعني استرجعناها بالضبط في 20 أبريل الماضي ونحن أعطينا مهلة لنظام الجزائري إلى غاية 14 جوان 2025 إن لم يكن هناك يعني نية أو مبادرة من طرف النظام الجزائري للجلوس على الطاولة وبداية يعني إطلاع كل المعتقلين السجناء القبيليين الموجودين اليوم في السجون وتنحية القانون 87 مكرر الذي يجرم حركة حركة المعرك فنحن مجبرين نجد أنفسنا مجبرين على الإعلان عن استقلال من طرف واحد يوم 14 جوان 2025 وهذه الفترة سنبحث عن السند من البلدان التي ستعترف بدولة القبائل إذ تم الإعلان من طرف واحد من طرفنا شكرا جزيلا لا أكثر تفاصيل فيما يقص هذه القضية شكرا جزيلا أستاذك سهل بلعبا سنريد أن تحدثنا عن تناول مجموع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا على مستوى منصة تويتر أثناء أو قبل 24 ساعة من إعلان قيام الجمهورية القبائلية كان هناك إنزال كتيف على مستوى منطقة القبائل وهل تؤكد هذا الأمر وما حجم التجاوزات اللا إنسانية والحقوقية اتجاه مناظركم من داخل المنطقة القبائل المحتلة نعم هذا صحيح كانت هناك إنزال كثيف جدا من طرف السلطات الجزائرية من بوليس من جندار وداهموا ديور الناس فهناك مناطق دهموا كل الديور باتمات كلها دخلوها واعتقلوا العشرات من الأشخاص السبب أن هناك قبيليين يكتبون على الجدران لاستقلال بلاد القبائل حركة المارك ويضعون أعلام بلاد القبائل في مناطق عديدة من بلاد القبائل فبدأوا يبحثون ويداهمون ديور الناس لإيجاد يعني دلائل عن الأشخاص الذين قاموا بذلك فنعم أسبوع كامل بلاد القبائل كانت يعني مطوقة من طرف النظام الجزائري وخافوا أن يخرج القبيليين إلى الشارع للاحتفال أو يعني الاحتفال بإعادة إنشاء الدولة القبائلية فأرهابوهم وأرهابوهم كل بلاد القبائل لكي تبقى الأمور كما هي الآن للأسف الشديد فنقول نعم الترهيب ممكن أن تستعمله لمدة أو أن يكون لمدة قصيرة لكن إلى متى إلى متى ذلك فالشعب القبائل إذا سيجد يوما ما فرصة ليخرج إلى الشارع أو يتنفس على الأقل قليلا وسترون ماذا سيحصل لأن اليوم بلاد القبائل والشعب القبائل أصبح قنبلة موقوتة أصبحت إن يعني الداخل القبائل لكل قبائل يحس بالظلم بالقهر لما يجري لكل الإخوة القبائليين اليوم حتى من موجود خارج الديار نفس الشيء نعيش كلنا نفس الوضعية فعشنا 2001 أنا أتذكر 2001 تم قتل قبيليين قدمنا لكن الوضعية التي نعيشها اليوم أقسم لك أن الضغط لم يكن موجودا في 2001 كما موجود اليوم في بلاد القبائل فأقولها إن النظام الجزائري يلعب بندار إنه يلاب بالنار وهذه المرة لو تنتفذ بلاد القبائل فسترون أشياء لم ترواها في حياتكم أبدا وليس مني وليس اختياري أو اختيار حركة المارك لكن هي وضعية حقيقة حقيقية نراها ونحن لا نريد ذلك لكن للأسف الشديد أنتم من يدفع بالشعب القبائل أن ينتفذ وإن أنتفذ هذه المرة ستكون العواقب وخيمة تفضل شكرا جزيلا أستاذك سيرب البسدو أنا وحقيقة نريد أن أنهي الشقة الأول من هذا للحديث عن كل المتغيرات الجديدة وعلاقة حركة المارك بالدول العديدة والمراسلات التي حدثت ويعني بعدها ننتقي الحديث عن علاقة المارك مع المغرب ويعني بعض التساؤلات في هذا السياق لكن قبل ذلك أنا أريد أن أقول أو أن أتسأل يعني كيف تلقيتم أنتم بعض التصريحات من مسؤولين ويعني أحزاب سياسية وشعبية وقيادات من داخل الدولة الجزائرية والتي أطار غضبها إعلان قيام دولة القبائل حيث أطار إعلان قيام دولة القبائل من قبل حركة المارك ردود فعل رافضة وغاضبة في الجزائر ونددت جهات رسمية وشعبية بهذا الإعلان واعتبرته مغامرة خطيرة وما سموه مساسا بوحدة البلاد حيث عبرت أو عبر حسب جبهة التحرير الوطني المقرب من السلطة إعلان دولة القبائل خطوة خطيرة من قبل منظمة المارك وأكيدا على أن منظمة منطقة القبائل كما سماها هو جزء لا يتجزأ من الجزائر وأيضا عبر حسب حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي بما سمته إنسلاخا وارتدادا خطيرا وطعنة غادرة لتضحيات ملايين من الشهداء الجزائر وكانت قيادات أخرى من داخل أحزاب يعني تحدثت بنفس اللغة بنفس السياق وأنه هذا الإعلان يعتبر تهديدا لوحدة الجزائر و للصف والجباد الداخلي للجزائر وسموه أيضا مؤامرة يعني تستهدف الجزائر ما ردكم على هذه التصريحات من أحزاب سياسية ورسمية وكما سموهم بعض الفئات الشعبية الموالية للنظام حقيقة رأي الأحزاب الجزائرية أو صحة تعبير المثقفين الجزائريين كان يهمنا في وقت ما مضى قبل إنشاء حركة المارك لما كنا نناظل عن جزائر متنوعة ومتقدمة ومتطورة لكن اليوم حقيقة لا يهمنا أبدا موقفهم هم لديهم الحق أن يأخذوا أي موقف يريدون لكن حقيقة في حركة المارك أو الحكومة القبائلية المؤقتة نعرفهم جيدا فنحن نظلنا داخل هذه الجزائر قبل أن نذهب إلى النظام لاستقلال بلاد القبائل فنعرف من أين تأتي تلك الوثائق التي يخرجونها في الإعلام فلهذا لا يس لديها أي أهمية فنصيحة مني ومن نشطاء الموجودين داخل حركة المارك أن يهتموا بوضع الشعب الجزائري الذي يعيش الويلات اليوم يهتموا بذلك المسكين الجزائري الذي يبقى في الطبرات لكيس حالي أنين اليوم الأجناس البلدان وصلت إلى القمر والجزائري مازال يبحث عن قرورة غاز هذا هو اهتمام المثقفين والأحزاب السياسية في الجزائر ليس ماذا فعل فرحات مهني أو حركة المارك فهذا ليس شأنكم هذا شأن القبيليين وليس لديكم أدنى حق أن تتكلم عن شعب آخر الذي هو الشعب القبائلي تفضل الأخي الكريم شكرا جزيلا أستاذ أكسل نريد أن أسألك عن صورة وتعطينا نبدأ عنها وسياقها وأيضا حركة سمعنا عن حركة أو علاقة أو التحالف التلاتي بين حركة المارك وحركة الحركة الأزودية لتحرير الأزواد وأيضا حركة المزاب على ما أعتقد هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الصورة وسياقتها وهل يعني هناك تحالف استراتيجي للنضال المشترك من أجل التحرر والانعتاق من هذا النظام الجزائري الذي وضعته فرنسا على رقاب الشعوب الأصلية في المنطقة نعم أولا علاقة القبيليين مع التوارق عامة ليس بالجديد علاقتنا موجودة منذ سنين وكنا كحركة الماك وكنا وقفنا مع الأزواد حتى في حرب 2012 وهناك دلائل وأشياء كثيرة قامت بها حركة الماك في ذلك الوقت لمزاندة الإخوة الأزواد في تحريرهم ونضالهم وهذه المرة بما يخص هذه الصورة فهي الصورة التي تقطت يوم 14 جنبير 2024 في باريس أين العقاب مظاهرة كبيرة جمعت شعوب أمازيغية عديدة للاحتفال بالرأس السنة الأمازيغية فذلك اليوم للاحتفال بالرأس السنة الأمازيغية تجمعت العديد من الشخصيات لهدف واحد وهو مساندة حق تقرير المصير للشعب القبائدي وحق أيضا تقرير المصير للشعب الأزوادي هذا هو الهدف تلك المظاهرة وجمعت ألاف حتى ولو كان تقص باردا جدا 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 تذكر ذلك اليوم كان تقص باردا لكن ألاف من الإخوة الأمازيغ أتوا إلى تلك المظاهرة وكانت مظاهرة كبيرة كبيرة جدا نعم هناك علاقات هناك علاقات ليس فقط مع أزواد مالي لكن مع التواري في ليبيا في نيجر في ما يسمى الجزائر يعني كل هذه البلدان التي يعيش فيها التواريق وهم مشتتين لأن وضعيتهم وضعية الأكراد بالضبط هم نفس الشيء هناك أناس يقارنون الأكراد بالأمازيغ أنا لا أتفق مع ذلك الوحيدين الذين يقارنون بالأكراد هم التواريق الذين هما شعب واحد وإن خصم على عدة بلدان لكن الأمازيغ ليس شعب واحد لما نتكلم عن الأمازيغ هناك شعوب أمازيغي لا يوجد هناك شعب أمازيغي واحد أو تمازغ كما تسمى نحن لا نعترف بذلك ولم يجد يوما في التاريخ أين كل هذه ما تسمى بشعوب الأمازيغية اتحدت في بلد واحد هذا هراء تاريخيا لم يكن أنا مثلا كقبائلي في تاريخ تاريخيا لم أجد أبدا أنني أشترك مثلا مع الأمازيغ الموجود في النيجر في بلد واحد ابحث كما تريد في التاريخ لن تجد ذلك فهذه فقط بين قوسين أرجع إلى الموضوع فهناك نعم علاقات مع الإخوة ونتمنى أن تطور أكثر أكثر وهذه الوضعية الآن التي يعيشونها صعبة جدا فهناك العديد من القتلى ومشردين وهناك ألاف من الناس اليوم يتواجدون عن الأراضي الموليطانية ليس لديهم مأوى ليس لديهم أكل فنتمنى يعني أن تتفرج الوضعية عليهم وأن تدخل المنظمات الدولية لإسعاف ولي يعني حديث عن علاقة حركة الماك بالمغرب وبالليجان والجمعيات الحقوقية والمنظمات المجتمعية في المغرب وعلاقتها بالماك بداية أنتم تعلمون أن المملكة المغربية لديها أو الشعب المغربي لديها عدة قضايا مهمة وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية المغربية تاريخيا وحاضرا ومستقبلا أريد أن أعلم حقيقة المواقفكم لكن حتى يعني نحاول أن نفند مجموعة من الخطبات والتدليس الإعلامي الذي يحدث يعني حاليا على مستوى منصات كبيرة ومنصات عديدة بطرق معينة لازمنا نتساءل عن أسبابها ولماذا في هذه الضرفية بالضبط نريد أن نعرف موقف الحركة من ما يسمى جبتة البوليزاريو وموقف الحركة من ما يسمى بحركة الريف وأنتم تابعتم أن النظام الجزائري استثمر في بعض يعني الأشخاص وتحدث عن فتح تمتيلية وأيضا هناك نقطة يتم الآن بشكل واسع ترويج لأحد الفيديوهات للرئيس فرحات بني وهو مع أحد النشطاء هذه الانفصاليين هؤلاء المتحدثون باسم الريف وهم ليسوا يعني متحدثين باسم الريف نريد أن نعلم سياق هذا الفيديو وما موقفكم من هؤلاء ومن هذه القضية وتوضيح رأيكم بشكل يعني يصل إلى المتابع المغربي لأنه أنا حسب قراءة المتواضعة هناك يعني ترويج لهذه المادة الإعلامية بشكل واسع وفي هذه الضرفية دون إعطاء معلمات واضحة وحقيقية على أن هذا الفيديو يعود يعني إلى تاريخ قديم وحدثت متغيرات زيوستراتيجية متعلقة بهؤلاء وحتى الطرف الآخر الذي يدعي حديثه باسم الريف أعتقد أنه غير موقفه منكم كحركة تحرورية تطالب بتقرير المصير تفضلوا الثاني الكريم نعم شكرا على السؤال هي فرصة سأحاول يعني أوضح الأمور بأبسط طريقة أولا فيما يخص قضية ما تسمى قضية البوليزاريو هي قضية حتى ولو هي بذاتها قضية وهمية ونشأتها نشأها بومدين والقدافي في وقت ما أين وجدوا أرضية مهيئة وكانت المغرب لم تكن في وضعية سهلة فاختنمت أعداء المغرب أن ينشأوا واستطاعوا حتى أن يدخلوها إلى عضو في الاتحاد الإفريقي نعم حتى ولو نعرف جيدا أنها وهمية لكن فيه قضية وفيه مشكلة إذا صح التعبير هناك مشكلة خارجية خرجت من يعني من سيطرة المغربية فلذلك من الحق أي أي دولة أي تنظيم خارج الديار أن يأخذ موقفا منها فأخذنا موقفنا وكان واضحا جدا أننا مع مغربية الصحراء وأن الصحراء كانت وستكون مغربية وإذا يعني أخذنا هذا الموقف واضح فالدولة المغربية قد تكلمت بنفسها على هذه القضية أكثر من مرة لكن لا أقبل حقيقة أن تقارن أولا قضيتنا إلى هذه القضية الوهمية وخاصة أن تقارن بس لا أتكلم عليك أخذين أخذين الفرصة فقط لتكلم على الوضعية عامة أن تقارن قضيتنا كل مرة أن يأتي أربعة أشخاص ويطالبون بدولة في كازابلونكا في أغادير فيهب الناس كلهم ليروا ما موقف الماك أو حكومة القبائلية المؤقتة من ذلك لا ليس لدينا أي موقف أن نأخذه من قضية لا توجد الريف عزيزة علينا الريف على رؤوسنا هي عزيزة كما هي عزيزة علينا أغادير كازابلونكا وكل المدن المغربية أنا لا أفهم كيف بهذه السهولة يعني نعطي اسم لمنطقة لثلاث أشخاص أو أربع لأنهم ذهبوا وفتحت لهم تمثيل نعم أستطيع أن أخذ موقفا من السلطات الجزائرية وأخذنا موقف من السلطات الجزائرية لكن لا تطلب لي كموقف رسمي من الحكومة القبائلية أن يتكلم على شيء ليس موجود نحن نرفض ذلك أما عن موقفنا بالنسبة للمملكة المغربية وقلناها وسنعيد قولها نحن مع وحدة أراضي المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة انتهى الأمر هو موقف رسمي أنا أتكلم باسم الحكومة القبائلية المؤقتة لا أتكلم باسمي موقفنا واضح جدا نحن مع وحدة الأراضي المغربية من طنجة إلى القويرة فقط أما الشيء الآخر فنحن لا يهمنا والشيء الذي لم تتكلم بعد المملكة المغربية بطريقة رسمية عليه فليس لدينا الحق نحن كحركة أو كحكومة قبائلية مؤقتة أن نتكلم عنها فقط أما فيما يخص الفيديو الذي يتداول عن تداول أسبوع فقط بعد إعلان ذلك المكتب في الجزائر العاصمة فليس بريئا أن يخرج ذلك الفيديو أسبوع فقط قبل ذلك الإعلان هو فيديو سأحاول أن أعرضه للناس الذين لم يروا سأحاول أن أرجع سأحاول من أجل سأحاول أن أحاول أن أحاول لجلس من أجل من أجل اشتركوا في القناة